قابل منها مع دكتورة في معمل اسمها الدكتورة سارة كان بتتكلم في التليفون عن اخر اكتشاف ليهم وانه هو يعتبر اعظم اكتشاف في العصر الحديث كانت بتتكلم عن كائن معين بس فجأة وهي بتتكلم بنلاحظ ان الكائن ده وراها بتخاف منه وبسرعة بتنادي على الامن الموجودين في المعمل بيجري منهم الكائن وهما بيفطلوا يطردوه كان بيجري منهم وهو خايف لحد ما بيوصل لصور متكهرة ما بيقدرش انه هو يعدي الصور دوا وساعتها الدكتورة بتوصل هي والامن وبيحصرون بس وقتها الكائن لما بيلاقي نفسه محبوس كده بيضرب برء من السماء بيكسر الكشافات اللي موجودة في المكان وبعدها بنلاقي ان الكائن خاف مرة واحدة وكل الموجودين كانوا مستغربين بنروح للكائن ده واللي كان قدر انه هو يخرج للشارع وكان بيجري بسرعة جدا بيقف في الشارع وكان فيه عربية جاه عليه بسرعة وكانت هتخبطه بيقدر يتفادل عربية بعد ما اتخبط منها خبطة صغيرة وبيروح لمكان هادي كده ويقعد فيه بيشوف ساعتها اعلان لتسلق جبل ايفرست وبنشوف ان هو بيفضل متنح للاعلان دوا واقعد بسسله بنروح بعدها البنت صغيرة اسمها ايه واللي كانت لابسة وبتستعد ان هي تخرج من البيت مامتها وجدتها كانوا قاعدين يدوا فيها نصائح بتنزل ايه وهي متضايقة من الكلام الكتير اللي هما قاعدين يقولهولها ده وبنكتشف ساعتها ان هي عمالة تشتغل في كزا شغلانة علشان تجمع فلوس كانت شغلة بيبي سيتر او بتلم زبالة او بتمشي كلاب وفي الوقت اللي هيكت بتعمل كل ده علشان تجمع فلوس للعيشة بتقابل شلة واللي كانوا تقريبا في نفس سنها وكانوا عايشين حياتهم طبعا راحتها من الزبالة اللي كانت بتشيلها كانت مقرفة فلما بتعدي جنبهم بيفضلوا يتريعوا على راحتها ما بتهتمش بكلامهم وتروح على البيت عندها تحت البيت بتلاقي جارها الصغير بينج وهو كان بيلعب بكورة بيطلب منا ان هي تلعب معا بس هي بتقوله ان هي دلوقتي مش فاضية بتطلع السلم وهو بيطلع وراه وبيقول لها ان هي معديتش بتلعب معا زي زمان هي بتقوله ان هي فعلا مش فاضية وان هو ممكن يروح يلعب مع قريبه واللي هو كان واحد من الشلة اللي هي قابلتهم في الشارع بينج بيقول لها ان جين قريبه دون على طول مشغول في التليفون وما بيرداش يلعب معا خالص بتدخل بعدها هي البيت ومن غير ما اهلها ياخدوا بالهم بتسمعهم وهم بيتكلموا عليها كانوا بيقوله ان هي بتعاني من ساعة غياب باباها وان هي كانت قريبة منه جدا ومفتقدات بتشوفها جدتها بعد كده وبتطلب منها ان هي تقعد علشان تكل معاهم هي بتقول لها ان هي اكلت برا خلاص فمومتها بتقول لها خلاص وقادي معنا نتكلم بس او حتى تعذفلنا على الكمان بتاعك زي ما كنت بتعملي زمان هي بتقول لها لا مش هينفع وكمان انا باعت الكمان اللي كانت عندي دي وبتسيبهم وبتخش قدتها وبتقفل على نفسها بعدها بفترة عمومتها بتدخل عليها علشان تطمن وهي نايمة بس بيباند ساعتها ان هي كانت بتمثل ان هي نايمة وبعد عمومتها بتخرج من القوضة بتطلع هي من الشباق بتطلع على سطح البيت واللي كانت عاملة فيه قوضة خاصة بيها كانت معلقة خريطة في القوضة دي وعملة عليها الاماكن اللي هي عايزة تزورها ومكتوب فوق الرحلة عبر الصين كانت مكررة مع نفسها ان هي لازم تنفذ الرحلة دي في يوم من الايام وبنعرف ان هي كان بتشتغل الكام شغلانة وتجمع الفلوس دي علشان الراحلة بتحط الفلوس دي في الصندوق وبتطلع الكمان اللي طرح ان هي مبعتهش ولا حاجة بتفضل تأذف على الكمان وهي بصل صورتها مع باباها بس مرة واحدة وهي بتأذف بنلاقي ان الطيارة جات عليها وكانت عاملة صوت كبير وهوى جامد بيوقح وكمان بتشوف الكائن اللي كان مستخبي عندهم على السطوح من الطائرات اللي كانت بتجري ورادي هي كانت خايفة من الكائن جدا بس بيتضح ان هو كمان خايف من صوت الطيارات دي وبيحاول يستخبه لما بتلاحز ان الكائن مرعوب جدا كده بتساعده وبتقفل ايه الغسيلة اللي على السطوح علشان تخبيه بتفضل هي على السطوح لحد الصبح لما بتصحب النوم بتحاول ان هي تفتح على الكائن وتبص عليه وبتلاقي ان هو متعوض بتنزل هي بسرعة للصيدلية علشان تجيب له علاج وهي راجعة بتشوف الدكتورة اللي شفناها في المعمل كانت بتستجي وبسواق علشان تعرف منه الكائن ده راح فين وبيتدوله فلوس كتير علشان ما يقولش على اللي هو شايفه ايه ساعتها بتفهم ان هما كانوا حبسينه وبتقرر ان هي تساعده وهي طالع عليه بتلاقي ان جدتها عملت اكل بتعبي الاكل بتاع جدتها كله في الشنطة وتطلع له على السطوح علشان تحاول ان هي تغريب الاكل علشان يطلع ويصق فيها بتقدر ان هي تعالجه بالحاجات اللي جابتها من الصيدلية وبيبدأ الكائن ان هما فعلا يصق فيها بيجيب له كمان بالليل وبتفضل ان هي تلعب له موسيقى وبنشوف ان الكائن لما بيتبسط من العزف بتاعها ان جسمه بيتوهج وبيطلع منه ضوء وان بسبب الضوء بتاع دون الوردة بتاعتها اللي كانت دابلانا دي ان تظهر وتفتح من تاني بتلاحظ ساعتها ايه ان هو مركز مع صورة كمة ايفرس وبتفهم ان ده هو فعلا بيته وده عن طريق ان هي دخلت على جوجة وبتكتشف ان فيه اسطورة على المخلوق اسمه ليعني ان المخلوق دون شبه المخلوق اللي قدامها ده كده ان هو بيعيش على قمة جبل ايفرس المخلوق ده اسطوري والناس كلها بتحلم ان هي تلاقيه او تقابله بتنزل بعدها للشقة وبينج كان موجود هو كمان كان بيطلب منها لتاني مرة ان هي تلعب معاه وهما بيتكلموا كده بينج بيلاحظ ان التكيف معادش موجود وبيقولهم الحق بسرعة في حد سرق التكيف واحنا وقفين ويروح هو جدتها وبيبصوا من الشباك وبيلاحظوا ان في حد فعلا بيسرق التكيف وبيطلع فوق السطوح بتقول لبينج ان هو ينادي على جين قريبه ويطلعه بسرعة يشوفه الحرام ده ايه كانت سبايتهم وطلعت فوق علشان تلاقي حقان مياك يدوم مسك التكيف واعد يلعب به وده لان التكيف بيفكره بطبيعة الحياة في البيت هناك عند جبل ايفرس بيدخل بعدها جين وبينج السطوح وبيشوف الوحش ده وان هو بيلعب معي وبيفتكره ان هو بيفترسها جين بسرعة بيطلع تليفونه وبيتصل بالشرطة وهو بيحاول ان هو يدفع عنيه الكائن هو كمان بياخد وضع ادفاعي منهم ويه بتحاول تفهمهم ان هو مفيش خوف منه لكن كل اللي يه بتحاول تعمله ده خلاص مفيش منه فايدة لان الدكتورة والرجالة بتوعها كانوا سمعوا المكالمة بتاع جين بالجهاز اللي بيتصناته بيه ياتي دوان شالها على كثه ونط بيها من السطوح جين كان عايز ان هو يلحقهم لكن الحيوان كان سريع جدا بينزل الشارع وبيشوف بنتين من اللي كان عارفهم وبياخد منهم الموتسكل اللي هم راكبينه بيفضل الحيوان ياتي دوان يهرب ويه معاه بيفضل يجري بيها ويتنطل كده لحد ما بيوصله للمينة بتاعت البلد يه بتقوله وهي دي فرصتك ان انت تهرب من هنا وبتشوف ان فيه سفينة بتجهز نفسها علشان تتحرك تقوله ان هو ينط على السفينة دي ويروح معاها بتركيبه فارها على السفينة بس بتلاحظ ان هو مش عارف يعمليه وخايف هو الواحد واتقرر جي ان هي تنط على السفينة ويتكمل مع المشوار وتوصله لحد جبل ايفرس بيوصل جين ساعتها علشان يقنح ان هي تنزل من على السفينة بس بيلاقي ان بينج تجيب سرعيده وبينط هو كمان معاه جين مكانش قدامه اي حال غير ان هو ينط هو كمان على السفينة لان بينج كان مسؤول منه في الفترة دي بنروح بقى لبرينش وده كان صاحب المعمل وكان قاعد يهزق في الامن اللي سمحه الحيوان الياتي ان هو يغرب منه كل دون لانه كان وعد الناس ومعرف الصحافة ان هو عنده صبق صحفي لا مسيل له وان هو يبقى اول شخص يكتشف اليات الدكتورة كان بتحاول ان هي تقوله ان في حاجات تانية ممكن تعرضه زي الافاعي النادرة دي برينش بيقول لها كل دول ملهمش لازمة ان الحاجة الوحيدة اللي تهمه هو حيوان الياتي بيجيله ساعتها الامن من تاني وبيقوله ان فيه حد على صيف الميناء بلغ ان هو شاف حيوان غريب هناك بيأمر ان هو يتحرك ويروح وراء بسرعة وبيقول للدكتورة ان هي تروح معاها يا كمان بنرجع بقى للسفينة وهناك بنشوف جين وهو بيكلم اهله هناك وبيعرفهم ان هو اخر بنج ويق ان هو هيروحوا الجامعة بتاعته في بكين وده علشان محد الشيء لقو يدور عليهم بنج بيلاقي الحمولة بتاعت السفينة كلها بيبسي وبيفضل هو والياتي يدربوا فيها لغاية ما كانوا هيخلصوها كلها بيفضلوا يلعابوا مع بعض لحد ما بيوصلوا للشط التاني بيستخبوا في صدوق من اللي كانوا موجودين على السفينة بيتحمل هذا السندوق على طول على العربية واللي بتمشي بيه يه كانت فرحانة جدا علشان المغامرة اللي هي فيها دي من كتر شرب الببسي البنج والياتي بيتزنقوا وبيكونوا عايزين يدخلوا حمام باي طريقة الياتي مكانش قادر ان هو يمسك نفسه وبيذوق السندوق ويوقعوا من العربية وبيروح بسرعة هو وبنج علشان يعمله حمام بيروحوا بعدها يبص عليهم وبيلاقوا ان هم نايمين على الارض ومستمتعين بسبب الجو الجميل والخضرة والشجر اللي موجود حواليهم في كل حتة بنلاقي ان الياتي عمل نفس الحركة تاني وجسمه شع نور وزاعتها بيلاقوا ان الاشجار اللي حواليهم كلهم بدأت تظهر وكمان تطلع على الشجر التوت البري بيفضلوا يأكلوا منه كلهم لانهم كانوا جعنين بس من ناحية ساعتها ان التوت حجمه قاعد يكبر قوي وكان هيفرقها خلاص في وشهم بيجري حيوان الياتي ساعتها وهم بسرع بيجروا وراها وبيفرق على التوت وبيفضل يضرب عليهم شبه القنابل بيفضلوا يجروا كده ويلعبوا مع بعض لحد ما الليل بيلايل عليهم بنجي ولياتي واللي كانوا خلاص سموه افرست تعبوا وناموا مكانهم ييه كان بتتحاول تقنع جين ان ده الصح ان هي تساعة افرست وتوصله لحد اهله وده لانها شايف ان هو طفل صغير زي وزي بنج بالظبت جين بيكون رافض الفكرة دي خالص المهم بيناموا تاني يوم الصبح بيلاقوا ان هي كانت قاعدة مع افرست وقاعدة تعزفه جين بيقول لها ان هو قرر ان هو هيروح معاها لحد النهر وبعدها هيسيبها هناك ويرجع هو وبنج بيفضلوا مكملين رحيتهم مع بعض لحد ما بيوصلوا للجبل وهم في طريق بيطلع لهم طيارات الدرون بتاع برانش بيشوفهم هو والدكتورة وبيعرفوا مكانهم ويروحوا يطردوهم والطائرات بتفضل وراهم بتكون ايه ساعتها مسكة وردة في ايديها افرست جسمه بينور وبيحولها لزهرة كبيرة جدا كانت عاملة زي المنطاط فبيتعلقوا بها كلهم وبتر بيهم بعدها جين واللي ما بيلحقش ان هو يتشعلق معهم في الوردة بيقولهم ان هما يسبقوه وهو هيتقابل معهم عن ضمنه بيوقع لتاحت وبرنش ورجالته بيقدروا ان هما يبضوا عليه زره وبرنش بيستجوبوه كانوا عايزين يقنعوه ان هما بيحموهم وده لان المخلوق اللي معهم ده خطر وهم هموهم ان هما ينسكوه بيروح جين معهم على المخيم بالليل ما كانش عارف ان هو ينام وبيخرج علشان يتمشى لما بيطلع بره الخيمة بتاعته بيسمع الدكتورة وهي بتتكلم مع الامن بيعرف ساعتها ان هما بيدوروا على المخلوق دوا ان هما عايزين وهو بالذات وان هما مهمهمش الا هيحصل لبنجي ويي وكمان بيتفق مع الحارس على برنش وان هو قلبه بقى ضعيف ولازم يخلصوا منه جين ساعتها بيعرف ان هما عشرار وبيشوف موتسكل مبتوحهم وبسرعة بيروح يركب عليه ويجري بيه هو صراحة مجريش بيه هو الموتسكل بس هو اللي جريه كرر بعدها جين ان هو يقضي المشوردة كله على رجله بيفضل يمشي في الغابة لحد ما اخيرا بيوصل لواحد بيأجر من الراجل دوا من مركب علشان يمشي بها في النه واتخلى ساعتها عن اهم حاجة عنده اللي هو التليفون علشان يؤجر المركب ده ايو وبينج كان قدروا ان هما يوصلوا بيفرست عندناه فضلوا ودوروا على جين بس مكنوش لقينه علشان محدش ياخد باله من ايفرست بيحطوا عليه حبال كده علشان يبان زي وزي باية الحيوانات ايو هي بتدور على جين بتلاحظ ان الدكتورة وبرينش والحراس جم بيشوفوا ايفرست وكانوا ان هما هيمسكوه بيجري وراهم بس جين ساعتها كان وصل بالمركب وقدر ان هو ينقذهم الدكتورة وبرينش يفضلوا وراهم حتى بعد بنزلوا المية وكانوا خلاص هيمسكوهم بس ايفرست ساعتها بيتصرف وجسمه بينور لتالت مرة بيحط ايده في المية وبيستخدم قوته ان هو يخلي سرعتهم زيد جدا ليش بيهم بسرعة جدا في المية وكمان في الارض وصلوا المكان بعدها وقعدوا يستريحوا فيه شوية وجين بيقول لها ان الناس اللي ورانا دول اشرار ولو وصلوا لينا مش هيحصل لنا خير ايه بتقوله عادي هما يعني هيقرفوا طريقنا ازاي احنا كده خلاص هربنا منهم بس ما كانتش عرفت ان هو غلط وقال لهم ان هما هيروحوا الجبل ايفرست الدكتورة بتقول لبرينش ان هما كل ما هيقربوا الجبل ايفرست قدرات الافرست هتزيد لان اليت كل ما بيقرب الموطن بتاعه قدرته بتزيد وفي الاخر هيندمج مع الطبيعة بتاعته وهيختيفي ومش هنقدر ان احنا نوصله تاني ابدا بيقول لها انت عندك حق وبيؤمر رجاله ساعتها ان هما يجهزوا نفسهم علشان يقبضوا عليها بنرجع ايه والصور كانت بتطير من شنطتها بنجي بيمسكها وبيسألها عليهم وهي ساعتها بتقوله ان دي صور الاماكن اللي كان نفسها هي وباباها بتعمل رحلة وتزورها كلها ساعتها بنجي بيقول لها انت مش ملاحظة ان الصور دي هي نهي نفس الاماكن اللي احنا عدينا عليها مع بعض وبتكتشف هي ساعتها ان هي عملت الرحلة اللي هي عايزة بتعملها مع باباها ديا بس مع اصدقائها جيم بيقتنع ان هو لازم يقعد معاه بيقول لها ان هو خلاص هيكمل معاه المشوار للاخر لحد ما يوصلوا افريست لاهله هناك في الجبل بيوصلوا فعلا بعدها لسلسل الجبل الملايا وافريست بيفرح جدا اول ما بيشوفه ايه بتشوف الجسر اللي هيعديهم من هناك عند الجبل بيروح عليه بسرعة باستفجأة بتظهر الطائرات بتاع البرانش بيحصروهم من احياتين على الكوبري ما كانوش عارفين يروحو تين ايه بتحاول ان هي تخلي افريست يهرب على الجبل افريست كان خايف عليهم جدا وبيطلع على اعلى حتة في اسمه ينور جامد جدا وبيبدأ ساعتها ان البرق يضرب في كل الحراس وبسبب البرق ده بتحصل على سفة سلجية عليهم بيرانش كان مزهول من ان هو بيشوفه الدكتورة بتقوم الرجالة ان هما يعمروا السلاح ويدربوا عليه بس بيرانش ساعتها بيفتكر مواجهته قبل كده مع مجموعة اليد وبيفتكر ان اليد الكبير كان مسالم وكان خايف على عيلته وكان مجرد بس ان هو عايز يحميهم بيقرر ساعتها بيرانش ان هو هو يطلق سراح اليدتي وما يعملوش حاجة وان هو يسيبو يرجع لحياة الطبيعية تاني بيقوم الرجالة ان هما ينزلوا السلاح ومحدش يضرب بس الدكتورة ساعتها بتظهر على حياتها وتقمر الحراس ان هما يضربوا عليه فقلا بيضربوا عليه اسهم مخدرها بيتوقعوا المكان اللي هو كان واقف فيه بيربطوه وبيحطوه في قفص علشان ينقلوه الدكتورة كان بتحاول تكهرب اليد بس هي شافتها وكانت بتعارك معها بس الدكتورة بتزقها من فوق الكبري بياخذ البقين ويمشوا بالعربيات وبينشوف هي وهي ما كانت شوية ولا حاجة وكانت متعلقة على حبل في الجسر بتعرف ان هي تطلع على الجسر وبتشوف الكمان بتاعها وهو واقع بتاخد الكمان وبتاعه تلعب به موسيقى وده لان ايفرست كان حطي لها من كويته في الكمان بتاع ديان وهي كتعايز تستغمنها بتفعل تعذف بيها لحد ما بتعمل دوامة من النور بتضرب بيها العربية اللي فيها ايفرست بيفوق ايفرست ساعتها وبترجع له كويته بيهاجم الدكتورة وكل اللي معاها بكويته التلجية ولما بيشوفوا قدراته الجامدة دي جدا بيهربوا من قدامه بس الدكتورة مبتستسلمش زي الحراس وبتسوق العربية بسرعة جدا وبتخبط فيه بيحصل بعدها انهيار جليدي جامد جدا وبيقع عليهم يغطيهم بيكيروا خايفين على ايفرست وفكرون ان هو ماء بس بتلاحز ان هو واقف وراها وعمل يبص معاهم كانوا فرحانين جدا كلهم ان هما محصلوش حاجة وبرانش بيتدلوهم على كل اللي حصل بسوقه بيقول ايفرست ان هو اجمل مخلوقه وشافه في حياته بيارد عليهم ان هو يساعدهم علشان يرجعهم للمدينة من تاني بس هما بيقولوله ان هما وقعد ايفرست ان هما هيرجعوا لبيته بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا فعلا لجبل ايفرست وهناك بنجي بيسألهم هما المفروض هيعملوا ايفرست ساعتها جسمه بيناور لاخر مرة وبنشوف اهله وهم طلعين وبيطلع فعلا ان ايفرست دون طفل بالنسبة لهم ايفرست وبتقوله ان هي كده عملت مهمتها ووصلته لحد البيت ايفرست هو كمان بيوضحهم وبيجري على اهله واللي بيحضنوه وبشكره ايفرست ان هما وصلوا لحد عندهم بسلام وبياخدوا ابنهم وبيروحوا يندمجوا مع الطبيعة لشان يختفوا من قدامهم اما ايفرست بترجع لأهلها وحياتها من تاني وتكمل معهم وتعيش حياة سعيدة